أهلا أحبائنا مشاهدنا في كل مكان السلام ونعمة الرب يسوع المسيح مع جميعكم اليوم أنا راح أتكلم عن شيء كتير كتير مهم العنوان يعرف الشخص عند المواقف وفعلا أنا ش بتكلم على إنسان بيضعف بيفشل وبيسقط أكيد برجع بيتوب بيتغير وأكيد الله بتعامل معه لكن أنا بتكلم على مواقف اللي هي بتحدد هوية الإنسان وبتعبر عن كيانه وبتعبر أيضا عن شخصيته ففعلا يعرف الشخص عند المواقف إذا كانت المواقف صحيحة إيجابية ويواجه بكل أمانة بكل استقامة بكل صدق طوبة لهذا الشخص ولكن في كتير ناس أحبائي اللي الدوافع الداخلية غير سليمة وغير طاهرة وهذا طبعا النوع صعب جدا لكن رجال الله وأنبياء الله في الكتاب المقدس أثبتوا إنه كانوا رجال مواقف مش بس طبعا رجال فيه كمان نساء مثل دبورة كان عندها موقف حاسم جدا مثل رعوث المؤبية كان عندها موقف حاسم أنها تركت شعبها في الأردن وتبعت حماتها إلى بيت لحم وقالت لها حيث ذهبت أذهب وحيثما بيت أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي فأخذت قرار حاسم وهكذا نساء كثيرات ولكن عندما أتكلم عن رجال الله رجال مواقف وهذا بعلمنا إحنا كيف نتخذ هذه المواقف خلينا أتكلم عن الشخصية الأولى إبراهيم إبراهيم كان رجل الله رجل الإيمان كان بحب الرب وكان بيسمع لصوت الرب ففي مرة راح إلى منطقة سادوم وأنقذ لوط وهزم الأعداء فملك سادوم حاول يعطيه تقدم حاول يعطيه عطية اسمع الكلام رد أبرم على ملك سادوم طبعا قال رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول إني أغنيت أبرم هذه الحادثة في تكوين إصحاح 14 واضح أنه كان من حق إبراهيم ولكن إبراهيم كان عنده نظرة أعلى كان عنده نظرة روحية نظرة سموية شخصية تانية شخصية تانية اللي هي النبي أليشع النبي أليشع بعد ما طلب من نعمان السرياني قائد الجيش العظيم طلب منه من بعد مطهر نعمان طلب من أليشع قال هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض لا في إسرائيل والآن فخذ بركة من عبدك فقال حين هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني لا أخذ وألح عليه أن يأخذ فأبى يعني قال لا يعني رفض نفس موقف إبراهيم مع ملك سادوم نرى موقف النبي أليشع مع نعمان السرياني رئيس جيش أرام رفضوا الغنى الغنى طبعا العالمي المادة شخصية تالتة نبو خض نصر في دانيال إصحاح الأول دانيال قال لنبو خض نصر أو لرجال نبو خض نصر وأما دانيال فعجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه يعني أخذ قرار مش عاوز يتنجس مع أنه أخذ كشاب في رياعان شبابه من أورشاليم إلى منطقة السبي حتى يكون طبعا في منصب عالي وهكذا أيضا أصدقاء الفتية التلاتة شدرخ ميشخ عبد نغو عندما طبعا رفضوا السجود لنبو خض نصر أو للتمثال فقالوا يا نبو خض نصر يا نبو خض نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من النار المتقدة وفعلا نبو خض نصر حمل أتون سبع أضعاف وشاف شخص رابع شبيه بابن الآلهة وفعلا لم يحترقوا يعني أطفأوا قوة النار يعني النار كانت مولعة بس ما كانش فيها أي سلطان ولا أي قوة على حرق هؤلاء الفتية التلاتي أخدوا موقف ضد الملك نفس الشي دانيال في جب الأسود رفض السجود في أيام مملكة فارس والكاتب إلى العبرانين يقول سدوا أفواه الأسود في دانيال أصحاح 6 وعبرانيين أصحاح 11 يعني رفض السجود مع أنه يعني كان فيه أنه يسجد بالداخل أو يعني بطريقة تانية ولكن لا كان واضح راح مثل ما كان عادته أنه يركع ويصل ويفتح الشباك وثلاث مرات في اليوم كانت الصلاة هكذا فعلها علنا حتى لا يستسلم لهذا الموضوع بعد نبو خض نصر منشوف ملك اللي هو الحفيد بيلة شصر نفس الشي يعني شاف يد كاتبة على الحائط المكلس وكان مرتعب من هذا الأمر أخيرا جاء النبي دانيال وفسر هذا الحلم لبيلة شصر وفعلا يعني تمت نبو الدانيال أنه المملكة مقسمت وجاءت مملكة مادي وفارس وأخذوا مملكة بابل وبسبب تفسير الحلم أراد الملك بيلة شصر يعطي عطايا لدانيال فقال دانيال لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيره أنا مش عاوز أنا مش عاوز أتساير ولا أتهادن ولا أساوم على حساب الحق الإلهي والكتابي فإذا وقفوا أمام الملوك بدون أي مساومة موسى رجل الله مكتوب عنه في الرسالة إلى العبرانين صح 11 من آية 24 بالإيمان موسى لما كبره أبى أن يدعى ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنا أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان ترك مصر غير خائف يعني وقف أمام ملك غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى رأى الرب اللي هو فوق كل الممالك وفوق كل الملوك وكان بالنسبة له أفضل الموت منه يعيش بالتمتع الوقتي بالخطية والله استخدم أن يكون منقز وفادي لشعب إسرائيل أن يخرجهم من أرض العبودية من أرض مصر إلى أرض الحرية إلى أرض كنعان نسمع عن صموئيل النبي بيتكلم ضد الملك شقول بقوله لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك صموئيل الأول صحاح 15 وهكذا نبي آخر وقف أمام الملك أخاب وكل الأنبياء الكذبة ميخا بن يملى قال هذه العبارة إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب به تنبأ طبعا عن مقتل الملك أخاب الملك الشرير وهكذا النبي إليا وقف ضد الملك أخاب وتنبأ على الملك ومملكته أيضا في العهد الجديد نرى يحنى المعمدان وقف أمام الملك الملك هيرودوس وقال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك لأنه أخذ زوجة أخوه فليبوس وما زال على قيد الحياة كان عنده موقف صارم واضح وانقطع راسه بسبب هذا الموضوع لكن ما كانش يتاجر بالدين ولا يساير على حساب الرب نرى بوترس ويحنى في سفر أعمال الرسل قالوا لرؤساء الكهنة والقيادات الدينية ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فإذا واضح من كل هذه الأمثلة أنهم واجهوا ملوك واجهوا الأنبياء والمعلمين الكذبة لم ينخدعوا بشهوات العالم ولا بثروات العالم ولا بالغنى ولا بالشهرة ولا بأي مرتبة اللي بترفعهم أو بتعليهم جاءوا في رسالة سماوية حتى يتمموا هذه الرسالة رفضوا الغنى رفضوا المتعة الوقتية لم يتنازلوا ولم يساوموا ولم يتاجروا بالدين كما يفعل العديد في هذه الأيام فإذن يعرف الشخص عند المواقف واليوم أحبائي كتير من الناس عم نحاول نخلق الله على صورتنا يعني بدل ما إحنا نكون على صورة الله عاوزين نعمل الله على صورتنا نشكله بحسب مبادئنا وبحسب فكرنا ليه؟ لأنه بسبب الكبرياء أو بسبب الخطيئة الغير معترف فيها أو بسبب الجهل كتير مرات عاوزين نشكل الله حتى ننقذ أنفسنا من مواقف معينة بسبب التملق بسبب الرياء بسبب الكذب وهكذا نتاجر بالدين ونريد أن نكون مقبولين على كل الناس فالنتيجة أنه منخدع أنفسنا ومنخدع الآخرين ولكن أحبائي الشيء الأهم هو ما هو مصير حياتك تعرف أهم شيء لو كل العالم وقف ضدك ولو كل ما قيل عنك ما يقال سواء خير أو شر سواء ظلم أو غير ظلم هذا مش مهم المهم أنت عارف مين أنت مين هويتك في الرب مين كيانك مين شخصيتك فالمواقف يمكن تيجي أكم مرة في الحياة أوعك تنكر الرب يسوع المسيح أوعك تتنازل عن المبادئ الاستقامة والأمانة في حياتك لازم نكون نور لهذا العالم ملح لهذا الأرض شهادة حية لكل من حولنا لا تبيع الرب مثل ما باعه يهود الإسخريوتي ولا تتنازل عن كتابك المقدس أو عن عقائدك الجوهرية حتى لو كل العالم وقف ضدك يسوع معك ويسوع منتصر فيك ومن خلالك وتذكر أنت كمؤمن اسمك مكتوب في سفر الحياة فمعاتش أي شيء في هالأرض بيسوى ولا جمال ولا غنى ولا عظمة ولا أي شيء عاد يسوى في هذا الوجود يوم من الأيام بعد قليل سوف نتقابل معه وجهاً لوجه وسوف نعطي حساباً عن أنفسنا بصليناك تكون شخص مواقف سواء كنت رجل أو امرأة حتى نرفع ونمجد اسم الرب يسوع المسيح إذا الرب باركك بتحب تكون شريك معنا في الخدمة وإذا عندك كمان طلبة صلاة من فضلك أذكرها حتى نرفعك في صلواتنا اعمل شير ومنحب نسمع منك الرب يكون معك